أشاد الشيخ آدم محمد نور رئيس مجلس الشعب بجمهورية الصومال الفيدرالية بالدعم التنموي الكبير الذي يقدمه ملك البلاد المعظم إلى الشعب الصومالي مشيرا في ذات السياق إلى العديد من المشروعات التنموية التي وجه جلالته بتنفيذها وعلى رأسها مجمع مملكة البحرين العلمي في الصومال جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع بين عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي ورئيس مجلس الشعب بجمهورية الصومال الفيدرالية حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات بين البرلمان العربي ومجلس الشعب الصومالي وسبل تقديم الدعم للصومال وفي السياق ذاته ثمن العسومي الجهود الإنسانية الحثيثة التي يقوم بها عاهل البلاد المعظم لتقديم الدعم الإنساني للشعوب والدول التي تعاني من أزمات وظروف معيشية صعبة مشيدا بدور جلالتين في تقديم المساعدة لجمهورية الصومال من خلال العديد من المشاريع الإنسانية والتنموية التي تخدم مختلف فئات الشعب الصومالي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر